اشتركوا في القناة من الان موعد بث الحلقة رح يتنقل القمر في اكثر من منزله المنزل الاولى اللي هو موجود فيها حاليا هي منزلة سعد الذابح وهي للعلاج والفراق والخلاص والحرية ورح يمكث فيها حتى تمام ساعة عشرة وعشر دقائق من مساء اليوم الاثنين اللي هو مساء الليلة موعد بث الحلقة بتوقيت جرنش طبعا يعني بتوقيت الاردن الساعة 12 وعشر بعد منتصف الليل بعدها القمر رح ينتقل لمنزلة سعد بلع يعني اغلب النهار رح يكون في منزلة سعد بلع وهي منزلة للعلاج والفراق واتلاف الاموال والحرية برضو رح يمكث فيها القمر لغاية الساعة سبعة واربع واربعين دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء تسعة احداش لا ينتقل بعديها القمر لمنزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق طبعا القمر موجود في برج الجدي بما انه موجود في برج الجدي فتأثيره حكينا على جميع الابراج انه بالفترة هاي يعني منرجع لطبيعتنا الجادة منحاول انجاز اعمال متراكمة عنا نجد انه الامور شوي بكون فيها نوع من انواع الصعوبة ما بتمشي بسهولة يعني بصير فيه هيكي صعوبة الحظ بتخلى شوي عنا بتكون بحاجة لتكرار المحاولة اكثر من مرة عشان تنجزها ممكن تسيطر روح التشاؤم على البعض منا علينا الاجتهاد اكثر باي شيء بدنا نعمله وبرضو بالفترة هاي نقدر انه نهتم بامور الها علاقة بمشروع بعمل جديد شراء تحفي اثرية البدء بحمية شراء تأمين او تجديد تأمين الصحة سيارة على البيت يعني التأمينات ذكرنا احنا في الايام الباضية تنبيه بانه في زاوية تربيع بلشت اثارها يعني نلمسها اللي هي لها علاقة بزاوية التربيع اللي رح تتشكل يوم 11-11 بين المريخ وزحل وقولنا انه اثارها بتيجي قبل بايام وقولنا انه في هاي الزاوية بتزداد المواجهات والمشاحنات واعمال العنف اللي بتخلف من وراها مشاكل عديدة وبتزداد لدى الافراد العصبية وعليه يجب انه نتمالك اعصابنا ضبط انفسنا عند التعامل مع الغير وتجنب المواجهة وبيتفاقم اي شعور بالملل وبيتحول لنوع من الامتعاض او امتعاض داخلي بينعكس على علاقاتنا مع الغير اليوم رح تبدأ تأثيرات الزاوية الثانية اللي هي رح تكون اسرع من هذيك يعني اسرع من الاولى لانه هذيك المريخ وزحل هاي عطارد حركته اسرع فعشان هيك هاي تأثيراتها بتبدأ من اليوم الزاوية هي يوم عشرة احدعش اوجها فعشان هيك من اليوم ببلش التأثيرات لها علاقة طبعا هاي زاوية تربيع بين عطارد وبين زحل يعني لها علاقة بالتنقلات بالاتصالات بالحوارات بالسيارات بالحوادث بوسائل النقل بإلها علاقة برضو بالطبيعة بالزلازل إلها علاقة بأمور بالقطارات بالطيارات بالأمور هاي كلها يعني هو كوكب الاتصالات والمواصلات فهو بشمل كل هاي الأمور وبرضو إلها علاقة بما أنه المريخ وزحل وعطارد وزحل ففيه الشيء إلها علاقة بالعصبية بالقبلية بردات الفعل السريعة أو التصريحات اللي بتكون يعني مؤذية بشكل كبير بتهيج الشارع أو بتكبر المشاكل في نفس اللحظة على الأفراد يديروا بالهم من أنه كلامهم ممكن ما يكون مفهوم وهذا الشيء يسبب مشاكل وتتطور الأمور وما يقدروا يتراجعوا فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب وفي نفس اللحظة اللي بده يتنقل بسيارته أو سيارته فيها خراب وهو عارف أنه دايما بتعطل معاه بده يتفقدها بشكل جيد برضو بتأثر على المناخ أما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل اليوم اللي هي ما بينها وبين القمر أول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون في تمام الساعة خمسة وصد دقائق صباحا بتوقيت جرينيج بنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا وبنتلق المساندة والدعم من الأصدقاء وبنتجه لتغليب العقل وبنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديس برضو بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون الساعة 11 صباحا هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران إيجابية وهاي رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 5 و50 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج طبعا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار طبعا خلو المسار بيبدأ من الساعة 5 و50 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى اليوم التالي اللي هو يوم الأربعاء لغاية تمام الساعة 3 و3 دقائق صباحا هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي اتفقنا أو كنا عقدين النية عليه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء بالجسم صحيا إيش اللي ننتبه عليه أو نركز عليه صحيا بالفترة هاي اللي هي الركبتين المفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة العظام الأسنان الأوتار الأربطة الجلد الشعر الطحال وجهاز التوازن هاي الأعضاء الآن هي بتكون بأكثر حساسيتها عشان هيك ممكن أي شخص يشعر بدوار أو أي أعراض من الأعراض اللي إلها علاقة بالأشياء اللي إحنا ذكرناها طبعا في هاي الفترة ممكن يتوجه أي شخص لمعالجتها بمعنى مراجعة طبيب عمل فحصات لإلها الطبيب للتشخيص أو صرف دواء لهاي الأمور ولكن لعمليات ما مننصح إجراء عمليات لأي شيء من اللي ذكرناه عشان تكون الأمور واضحة طيب عشان هيك هاي لازم يتوفر لها العناية الإضافية طبعا هل يوصى بإجراء عمليات جراحية في هذا اليوم طبعا يوصى بإجراء عمليات جراحية ما في أي مشاكل ما قبل بداية خلوة المسار ما في أي مشكلة أما بالنسبة للعمليات الجراحية هل بتنصح عمليات جراحية لنفس الأعضاء اللي أنت ذكرتها اللي هي الركب والمفاصل والعمود الفقري وعضلات العمود الفقري أو العظم الأسنان الأوتار الأربطة طبعا لا لأنه هاي بأكثر حساسيتها فتيجي بالفترة هاي كمان بدك تعمل لها فهذا الإشي رح يتعبها بزيادة أو رح يصير لها أعراض جانبية طيب هل اليوم هذا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة نعم مناسب ما في أي مشكلة ولكن غير مناسب لإزالة الشعر الزائد وبرضو غير مناسب للقص أو اللي هي الأمور اللي إلها علاقة بتجميل الشعر اللي هو القص العلاجي اللي مثلا بيكون عندهم ضعف وبينتظروا ليوم مناسب عشان يعززوا طاقة الشعر ويتعالج من التقصف أو التساقط أو هذا فاليوم لا يصلح لقص الشعر علاجيا لكن يصلح لقص الشعر التجميلي وللصبغ مطعوم كورونا برضو مناسب اليوم ما في أي مشكلة مع الأخذ عن الاعتبار اللي هي التنبيه اللي دائما بحكي إنه أخذ بيبي أسبرين لمدة ثلاث أيام وبرضو خافض للحرارة ومسكن اللي هو البندول أو البراستامول عيار خمسمية حبتين كل ست ساعات أو ألف كل ست ساعات لمدة ثلاث أيام طبعا في أشخاص بقولك يا عمي أترك هذا المجال للدكاترة أنت تبعين فلك أنت شو بفهمكو في الأمور هاي فخلي هذا للطب يعني بلاش يعني أنت شو بلاش خلي لك كل واحد لا تخصصه أنا تخصصي طب يبل ما أبيه أنا فلكي بس عشان أنا أجاوب للناس اللي بتظلها تحكي هذا الحكي فهذا اختصاصي يبل اختصاصي ما يكون فيه يعني الطب صحيح الفلك أقدم ولكن أنا تخصصت في الطب وبعدين كملت تخصصي في علم الفلك اللي هي توسعت فيه بشكل أكبر وعلوم أكبر ومدارس أكثر فالأصل أنا طبيب يعني طيب بالنسبة للقمر القمر موجود في برج الجدي خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء تسعة احد عشر له ذكرناه وحكينا أنه رح يستمر من الساعة خمسة وخمسين دقيقة بعد العصر لغاية اليوم التالي اللي هو لغاية يوم الأربعاء لغاية الساعة ثلاثة وثلاث دقائق صباحا عشان بعدها القمر بنتقل للدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال خمس أيام في تمام الساعة تسعة صباحا بيصبح ست أيام نسبة الإضاءة خمس وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم اثنين وعشرين احداش سعيد بنسبة عشر في المية القمر في الجدي حتى يوم عشر احداش سعيد بنسبة ستين في المية الآن ولكن مع ساعات الصباح بيصير ثلاثين في المية عطارد في العقرب حتى يوم أربع وعشرين احداش منتحس بنسبة ستين في المية الزهرة في الجدي حتى يوم تسعة عشر احداش سعيد بنسبة ثلاثين في المية المريخ في العقرب حتى يوم ثلاثة عشر احداش منتحس بنسبة أربعين في المية المشتري في الدلو حتى يوم تسعة عشرين احداش سعيد بنسبة خمستاش في المية زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم اليوم لازم تحافظوا على إنجازاتكم وعلى أعمالكم ما تستهينوا ما تستهتروا ما تتغيبوا عن مكان عملكم ما تشوهوا سمعتكم حاولوا إنكوا تلتزموا اليوم بالهدوء وتهدئوا من عصبيتكم وما تنفعلوه اتجنبوا مخالفة القوانين وإحرصوا على الاستقرار أو استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها طبعا كل التنبيهات هاي إذا انت التزمت فيها فاليوم رح يكون ناجح بشكل عالي وممكن بعضكم يحصل على ترفيع أو على ترقية أو على تكريم أو على شيء له علاقة بالشكر لأنه هذا بيت السمعة بيت السمعة يا بكرمك يعني يا بكون إليك يا بكون عليك برج الثور ابتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة طبعا بما أنه البيت التاسع معناته رح يفتح مجالات قوية جدا بالنسبة لإلكم على مستوى كل الأمور اللي انذكرت تشعروا اليوم بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم في بعضكم ممكن يذهب في رحلة أو يروج العمل أو يحصل على معلومات ما كان يتوقع هذا يوم يعني جيد جدا على كل المستويات وبيكون عندك نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية والعائلية زي ما حكينا ممتاز للامتحانات والمقابلات والقضايا وحتى بالعلاقات اللي قالها علاقة بالأهل ممكن اليوم تقنعوا أي شخص بوجهة نظركم يعني سرعة البديهة عندكم برضو بتكون عالية برج الجوزاء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة طبعا القمر صار موجود في البيت الثامن تحرك من المقابلة ولكنه بظل بيت فيه نوع من أنواع الضغوط هو بيت الأموال المشتركة يعني اللي ما بتعود لك لحالك فيه معك شريك فيها فاليوم حاول أنك أنت تستغل الفرص اللي إلها علاقة بالمكاسب من شراكة من زوج من زوجي من سداد ديون أموال إلك بتحاول تحصلها كل هاي الأمور بتكون لصالحك صار على تهدئة الأجواء برضو بدون عصبية بدون انفعالات هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك اليوم أنك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي في كل أمورك برج السرطان طبعا القمر صار مقابلكم تماما وبما أن القمر مقابلك تماما يعني سحب من طاقتك اليوم بشكل كبير اليوم هذا مناسب لأمور إلها علاقة بتعزيز الشراكة أو المصالحة أو التقارب ما بينك وبين الزوج أو التفاهم أو توزيع الحمل ما بينكم وبين بعض يعني كل واحد يعرف مسئولياته وبرضو جيدة لكل أمور الشراكة سواء في مجال العمل أو العاطفة طبعا برضو يوم مناسب لموليد برج السرطان للخطبة لكتب كتاب لأمور زي هيك بوسعكم إتمام خطبة أو زواج زي ما حكينا أو توقيع عقد تجاري هاي الفترة سلبيتها بأن طاقتك ضعيفة وضاغطة بتكون عليك وما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات ما لازم تنفعل لأنه بالفترة هاي أي مواجهات عدوك بيكون أو خصمك بيكون أقوى منك برج الأسد أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم اليوم القمر موجود في بيت العمل وبيت الصحة فعشان هيك بتكون تنتبهوا لأعمالكم ما تستهينوا وما تهملوا أعمالكم ولكن بالمقابل ما تبالغوا في إنجاز أعمالكم يعني العمل الضروري والمهم هو اللي أدي حاول إنك تنتبه لغذائك وراحتك وصحتك إذا كتكون منظم وتحسن إدارة عملك وتحاذر من الجدال مع زملائك في العمل أو المساعدين لا إلك حاول إنك برضو ما تهمل صحتك ما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطررت لعمل لساعات إضافية يعني في نفس العمل المهم ستات البيوت اللي بيشتغلوا في البيت أكيد عندهم ورشات هسه ورشات عمل واللي هي استقبال الشتاء ينتبهوا لعضلاتهم وينتبهوا لمفاصلهم لأن الوضع يعني بيكون ضاغط على هاي الأماكن واليوم تحديدا هو صحيا بيأثر على هاي الأماكن برج العذراء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبرضو ما بيتخلى الحظ المالي عنكم اليوم بتمفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا هاي فترة تعتبر إيجابية ودعمة مناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شي إنك ما تهمل الواجبات الفترة هاي يعني واجباتك خصوصا تجاه العائلة والأحبة وحاول إنك تصحح الأخطاء الفترة يعني اليوم مناسب لتعزيز العلاقة مع الأحبة زي ما حكينا برضو مناسب للمصالحات أو التراجع عن قرار اليوم مناسب لهوايتك إذا حابت مارس هواية اترفيها عن نفسك اتوطد العلاقة ما بينك وبين الأحبة يعني الأشياء هاي كلها إيجابية بالنسبة لإلك فأنت استغلها لأنه هذا يوم يعتبر من الأيام المميزة برج الميزان طبعا القمر صار موجود عندكم يعني بالبيت الرابع فعشان هكي هذا الإشي بأثر على أمور البيت أو المسكن أو العائلة فاليوم عندكم أو بتقدروا اليوم تدخلوا تعديل مطلوبة على مسكنكم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلة أو منزلي أو حول أحد أفراد العائلة ممكن تظهر مشاكل شخصية أهم إشي أنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء فيها نوع من أنواع العدائية والتوتر ولكن مش بالشكل الكبير ضبط الأعصاب هو المطلوب يعني بمعنى آخر بدك تمسك حالك ما تنفعل راعي برضو وضعك الصحي قدر الإمكان وأي شيء بتشوفه أنه تشنج الوضع حواليك مثلا بده يصير من وراء مشكلة يعني حاول أنك تمسك أعصابك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر صار موجود في البيت الثالث فاليوم بتنشطه في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وهذا يوم مناسب لإجتياز امتحان ممكن اليوم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار اليوم تدعمك الحظوظ وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء اللطيفة ممكن تحملك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك ولكن المشكلة بالزاويتين اللي ذكرناهم في بداية الحلقة اللي هم يقلهم علاقة بزاوية التربيع اللي رح تتشكل مع زحل كان عطارد أو المريخ فهدولة جيات كلهم على بيتك عندك على بيت الشخصية وبرضو على بيتك الرابع فعشان هيك المشكلة ضغط النفسي والجسدي اللي بكون عليك بالفترة هاي بكون عالي جدا وبرضو على مستوى البيت ومسؤوليات البيت والالتزامات العائلية والمشاكل العائلية بتكون حد جدا فعلى الجهتين بدك تمسك عصابك وتنتبه لأنه الضغط عندك على النفسية وعلى البيت برج القوس ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وتم تنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك ولكن بالمقابل بدك تكون عاقل في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقشة لدعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات هذه فترة يعني فيها إيجابية عالية جدا ممكن تحقق من خلالها ربح جيد ولكن بدك تنتبه بيت متاعبك بالزوايا اللي قاعدة بتتشكل فهي في بيت المتاعب وبالمقابل موجود في بيتك الثالث وهي رح تضغطك على مستوى توصيل المعلومة أو على النقاشات والحوارات والعصبية فضبط الأعصاب لازم يكون موجود عندك ما في داعي للقرارات وفي نفس اللحظة ما تغامر أثناء قيادتك للسيارة يعني بمعنى آخر بدك تنتبه من أعطال بالسيارة أو أمور إلها علاقة بالعصبية والتهور برج الجدي ثقتكم بأنفسكم كبير اليوم وبعمكم النشاط فبادروا لخطوة جديدة ادعم من مكانتكم الاجتماعية مرضو اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر ولكن اليوم بدك تنتبه لأن حساسيتك عالي جدا فممكن اليوم يصير في مواجهة ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو الأصحاب وممكن يكبر الخلاف ما بينك وتروح قطيعة فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب عندك وبرضو في النفس اللحظة الفترة هاي بتحمل مصاريف والمصاريف بتيجي بشكل مفاجئ أو عليك بعض الالتزامات المالية أو بتتهرب من الواقع لصرف فلوسك انتبه على وضعك المالي برضو برج الدلو يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتك لحد الركود ممكن اليوم تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم شيء ما تحسم أي أمر اليوم الفترة سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها والسبب إنه خلاف إنه القمر موجود في بيت المتاعب إنه الزاويتين اللي بتتشكل مع زحل هي بالأساس موجودة عندك يعني أنت أكثر الأشخاص اللي رح تشعر بالضغط خلال الفترة هاي طبعاً الضغط النفسي الضغط العصبي والتوتر وبرضو في نفس اللحظة بما إنه الضغط كله جاي على برج العقرب اللي هو يعتبر بيت السم على إلك فبدك تحاول تحافظ على سمعتك قدر الإمكان على عملك وعلاقتك بالمسؤولين فما تجازف ولا تغامر ولا ترتكب أي خطأ حاول بالفترة هاي برج الحوت بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن يحققوا أمنية بمساعدة صديق منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ابتتسع الآفاق وممكن اليوم تحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح كل هذا الممكن مفتوح ابتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأصحاب أو الأقارب لجانبك وبتخف عليك الضغوط وبيطمئن بالك طبعا الأجواء جيدة وحليفة لإلك على المستوى الاجتماعي ولكن بدك تحذر أنه الزوايا اللي بتتشكل هاي في بيت متاعبك وفي بيتك التاسع فإذا عندك سفر أو عندك تنقلات أو اتصالات بدك تضبط أعصابك إذا عندك امتحان جانبي جامعي بدك تركز بشكل جيد وبرضو بدك تحذر من الدخول في أي مكان مجهول ودائما انتبه من الأشخاص اللي بتآمر عليك بالخفاء بالفترة هاي طبعا هيك بنكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم حابب أشكر جميع الأصدقاء الأحباء الإخوة اللي بيسندوني وبدعموني دائما بالكلمات الطيبة اللي بعد مرات بخجل من نفسي لما بسمعها شكرا لإلكم جميعا شكرا للأشخاص برضو الداعمين للقناة إن كانوا منتسبين أو داعمين بلايك وكومنت وشير وبحاولوا قدر الإمكان يجزهدوا في نشر المحتوى على أساس أن هاي قناتهم حابين انهتين شهر وتوصل لأكبر عدد ممكن من المهتمين في هذا المجال هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه وحفظه إلى اللقاء